أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل عمر مروان وعددنا من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة أعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد موجها بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمولية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجل كما وجه الرئيس السيسي بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستعاب نصوصه خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية فضلا عن تصفية مقابر السيارات وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين والوزراء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضري للأحياء والمدن ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال خصصات حكومة روسيا للتحادية لوزارة حالات الطوارئ أكثر من 800 مليون روبل للشراء وتسليم ما يصل إلى 25 ألف طن من القمح في شكل معونة إنسانية إلى كوبا وفقا لبيان الحكومة تم تخصيص ما يقرب من 469 مليون روبل من الميزانية الفدرالية لشراء ما يصل إلى 25 ألف طن من القمح في عام 2022 كما تم تخصيص أكثر من 298 مليون لإيصال هذه الشحنة الإنسانية عن طريق البحر إلى كوبا هذا العام ونحو 33 مليون روبل في عام 2023 لقي 22 شخصا مصرعهم في حارق اندلع في دار المسنين بمنطقة سيبيريا الروسية واندلع الحارق مساء الجمعة والتهم الطابق الثاني من الببنة الواقع في مدينة كينريموفو الذي لم يتم تسجيله رسميا دارا للمسنين وقالت وزارة الطوارئ أن مجموعة من كبار المسؤولين توجهت جوا إلى المدينة والتي تبعد نحو 3600 كيلومتر شرقية موسكو مشيرة إلى أن هناك عدة أسباب محتملة للحريق وقال مسؤولون أن العديد من دور المسنين تعمل بدون ترخيص في روسيا ولا تخضع لعمليات تفتيش لأنها تعتبر ملكية خاصة قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي أن أوكرانيا ستصنع بنفسها معجزة عيد الميلاد هذا العام وذلك بإظهر عدم خضوعها على الرغم من الهجمات الروسية التي أغرقت الملايين في الظلام وأضف زلنيسكي أن الأوكرانيين تحملوا في بداية الأزمة وصمدوا أمام الهجمات والتهديدات والابتزاز النووي والترهيب والضربات الصاروخية مشددا على أنهم سيتحملون هذا الشتاء لأنهم يعرفون ما الذي يقاتلون من أجله وأشار زلنيسكي إلى أن القوات الأوكرانية تخوض معارك في منطقة دونباس شرقي البلاد في الوقت الذي يعيش فيه أخرون في المنفى في الداخل والخارج بعد أن فروا من الروس لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم بسبب حوادث سير إثرع عصفة قطبية اكتحت معظم أنحاء الولايات المتحدة وأصفرت العصفة أيضا عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص ودفع تقص القاسي سلطات في أنحاء البلاد إلى فتح مراكز تدفئة في المكتبات ومراكز الشرطة بإنما تسعى جاهدة لتوفير مزيد من المساكن المؤقتة للمشردين وأدت الاضطرابات إلى قلب النظام اليومي وخطط العطلات لملايين الأمريكيين في واحدة من أكثر مواسم السفر إزدحاما خلال العام انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل